اجرى الملك محمد سادس امسية تورة اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد انهيان ولي عهد ابو ضبي والنائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وخلال هذا الاتصال اخبر ولي العهد شيخ محمد بن زايد الملك محمد سادس بفتح قنصرية عامة بمدينة العيون بالاقل الجغوية تفاصيل اكثر في تقرير الزميلة فاطمة متغرسة بعد عدد من الدول الافريقية ها هي دول الخليج تفتح صفراتها بمدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية بيان للقصر الملكي افاد ان دولة الامارات العربية المتحدة ستفتح قنصرية عامة لها بالاقاليم الجنوبية للمملكة وبذلك تكون الامارات في مقدمة الدول العربية التي تفتح قنصرية لها بهذه المنطقة بعد عدد من الدول الافريقية المصدر ذاته اوضح ان هذه الخطوة اعلن عنها بعد اتصال هاتفي جرى بين العاهل المغربية الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل النهيان ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة مناسبة اعرب من خلالها العاهل المغربي عن اعتزازه العميق بقرار دولة الامارات وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة ووقوفها المستمر الى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية القرار الاماراتي وصفه العاهل المغربي ايضا بالقرار التاريخي والداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من اراضيها خاصة وان دولة الامارات شاركت في المسيرة الخضراء التاريخية مدينتا العيون والداخل تتحولان اذا الى مركزين ديبلوماسيين جديدين بالمغرب امس افتتحت جمهورية زامبيا واسواتيني قنصليتين عامتين لهما بالعيون ليصل بذلك عدد التمثيليات الدبلوماسية التي تم تتشينها بعاصمة الصحراء المغربية في غضون سنة خمس عشرة قنصليتا ثمان منها بالعيون وسبع بالداخل